شوفي عندكم انتو من العسل عنا ميت نوع من الجبنة عنا ميتين نوع عندكم لفش كيري شو بدي عدلك لعدلك لكان ابدا مو ناقصنا شي الله وكيلك يا أبي مو ناقصنا إلا شوية كرامي بس وكاسك يا وطن لليوم يلي كفنوني بموت وبعيش لعينك ممنون رح ضل ممنون لآخر يوم ممنوني لهذا اليوم اللي تجرت فيه من ماراتون المنديال وقررت أفصل ففتحت نتفليكس ولقيت فيلم السباحتان The Swimmers الفيلم بحكي قصة السباحتان السوريتان يسرة وسارة مردينة اللي بيهاجروا عام 2011 هجرة غير نظامية لأوروبا سعياً وراء حلم المشاركة في أولمبياد ريو دي جينيرو عام 2016 وطبعاً لستو أنا هذا الشخص اللي بيحرق أحداث فيلم حتى تقدروا تستمتعوا بمشاهدته بدي أحكي لكم أنه بنص الفيلم في لحظة سحرية سحبتني لما فجأة سمعت أغنية ممنون للرابر بوكلثوم طبعاً أنا بوكلثوم تعرفت عليه بفضلكم أعذروا جهلي بس بكل حلقة حكينا فيها عن الراب كتبتولي بالتعليقات بدنا حلقة عن بوكلثوم اختيار رائع لما اخرجت الفيلم سالي الحساني اللي هي مصرية بريطانية بالمناسبة فوراً رحت دورت عليها بيوتيوب ويا سلام الأغنية فيها عايب واحد بس وهو إنها بتخلص لقيت ناس كاتبة بالتعليقات إنها أغنية أسطرية واجتهادات لشرح قصد بو أغنية حب أغنية عن الأم ولا عن الغربة لكن بو ما بده حدا يتبرع ليشرح أصدق لا بحب ما بحب تحكم بكيف ناس بتشوفي الأغنية بحب الناس كبار تاخد هي أغنية وتسقطها على حياتها ووقعها وكيف هي حاس الأغنية سرية معانيها صوت لميوزيك بوكس أو اللعبة اللي بتتعلق فوق سرير البابي تنقلك لتحويدة أم عم بالدندن لطفلها ليه نام نام واتبح لك عداك زي يلا تنام يلا تنام لاتبح لك جوز الحمام واللي بيخليك تشوف أمه في جوعة بتودع ابنها بمهدى هو البيت اللي برافق الأغنية من أولها وشوي شوي بتحول لإقاع لاطمية مصحوبة بضربة على الصدر زي ما كان بو يضرب على صدره بالفيديو كليب تماماً مثل اللاطمية أو الضرب على الصدر في تقوسه شعائر عشوراء بو كلثوم أو مونير كوزياك ولد ونشأ في حي سروجة بدمشق حي صديقنا الجهبذ على فكرة شاب مطحون زي الجهبذ من بيت محافظ منعه يسمى عراب سمى نفسه بو كلثوم مزيج بين اسم أم كلثوم والشاعر الجاهلي عمر بن كلثوم ببداياته شكل مع الربرز جندي مجهول والسيد درويش فريق لتلتة عام 2011 ورجع تحول لثنائي بعد انفصال السيد درويش عنهن تمرير رسائل سياسية واجتماعية ضد السلطة بسوريا من خلال الراب مش مهمة بسيطة أبداً الأجهز الأمنية السورية استنفرت ضد الراب خوف من تعديع السلطة تم تعقب الاستوديوهات اللي بتتعامل مع الربرز ومسائلتها بحجة عدم وجود ترخيص تم استهداف استوديوهاتهم الخاصة وقت القصف والهجوم على مخيم اليارموك بدماشق تم قصف استوديوهات فرقة لاجئو الراب اللي أسسها الأخوان ياسر ومحمد جموس في مخيم اليارموك الفلسطيني سن 2006 ولاحقاً تم اعتقال وتعذيب شقيقهم الأصغر لمدة 40 يوم الرابر السوري أحمد الرز ليل اعتقل عام 2012 بمعتقل صدنايا سنتين تعذب خلالهن وشهد مقتل رفاقه المعتقلين وأصدر أغنية سجين بال2022 باليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب بدأها بعبارة الكل جاثياً العبارة التي يأمر فيها السجان في السجون السوري المعتقلين بالركوع على الركب ومثل العادة إقامة حفلة راب بسورية شي بستدى عدة موافقات أمنية الأجهزة الأمنية أرسلت أحياناً مراقبين لمراقبة الحفلة وكان يتم إيقاف الحفلة واعتقال المنظمين ومسائلتهم وهذا بذكرنا يا تربشو بمسرح الشوك مسرح سياسي ساخر تأسس بسورية بالستينات درد لحام، نياد قلعي، ياسين بقوش، الكاتب محمد المغوت والفنان عمر حجه، والد المغرج الليث حجه اللي إله الفضل بتأسيسه لما كانوا بيبعثوا للمراقبين من النظام تراقب مسرحياتهم وتردد أيامتها أن رفعة الأسد هدت بقص لسنتهن مسرح الشوك كان حدث فني استثنائي في كنف نظام الحزب الواحد والرقاب الصارمي وتقييد حرية التعبير بعد سيطرة حزب البعث على السلطة بالـ 1963 مسرح الشوك قدم مسرحية جيرك اللي نقشت أسباب نكسة 1967 خبر العرض وصل للقصر الجمهوري الرئيس نور الدين الأتاسي أصر على حضور العرض مع مجموعة من الوزراء بعد العرض كان فيه اتجاهين بالحكومة اتجاه ما يقولك لازم نواقف العرض ونعتقل الممثلين واتجاه آخر قال إنه لا هذا النقد وضروري بعد نكسة حزيران وزير الدفاع حافظ الأسد اللي كان بوقتها عم يحضر حاله ليزيح الآخرين ويمسك السلطة بالبلد شاف على عكس أخوه رفعة الأسد إنه السماح للممثلين بالعرض ممكن يفيد صورته السياسية على كل حال الرقابة البعثية منعت تقديم عروض مسرح الشوك على مسارح دمشق فتم تأسيس مهرجان دمشق للفنون المسرحية كأول مهرجان مسرحي بالوطن العربي من ضمن العروض عرض لمسرح الشوك اليمن صارت يمنين ولبنان أربعة والخير لأدعم وليش هيك؟ قال حتى تصير أصواتنا كتيرة بهيئة الممتحدة بعد تبوء حافظ الأسد للسلطة بعد انقلاب تشريني الثاني 1970 عمر حج ودريد لحام تابعوا مسرطين المسرحية من خلال فرقة أسر التشرين اللي حملت اسم حرب تشرين ضد الاحتلال الإسرائيلي والرئيس حافظ الأسد قاد فيها الجيش السوري الفرقة قدمت أعمال مثل ضيع التشرين بالأربعة والسبعين غربي بالستة وسبعين شقائق النعمان بالتمنية وسبعين كياسك يا وطن بالتسعة وسبعين صانع المطر بالتنين وتسعين قلتلي الأحمار أكل الدستور ولك كيف نهضم معه هيك دستور وكيف بدنا نفهم الأحمار الثاني أنه في شرعية وفي دستور يروي الكاتب والإعلام السوري توفيق الحلاق أنه في أول عرض لمسرحية كاسك يا وطن طلب الرئيس السوري السابق حافظ الأسد لقاء المغوط الجالس بعيدا ولم يحرك المغوط ساكنا فراح لعنده الأسد وحادثه وعدا إياه بتلاف التقصير فرد المغوط ساخرا إن شاء الله إن شاء الله وقال كيف أجازت مؤسسات النظام الرقابية هذه النصوص السياسية الساخرة واللادعة كيف سمح نظام قمعي زيهاد بعرضها حافظ الأسد وصف دريد لحام بإنه يعادل فرقة عسكرية الرجل كان يؤمن بقوة الفن وتأثيره على الشعب وسمح للفنانين بعهده بالتنفيس المعارضة والانتقاد تحت رعايته وضمن الرؤي العام للنظام وطبعا دون التعرض لشخص الأسد السلطة اعتبرت مسرح التنفيس صمام أمان سمحت للناس ينفسوا عن إحباطهم بإقاع مضبوط مراقب استراتيجية قد تطيل عمر الأنظمة اللي تبدو إنها تدعم هذا النقد الرئيس بشار الأسد مثلا كان يحدر مسرحيات المخرج السوري همام حوت الناقضة وكان يدعمه شخصيا تماما مثل ما الرئيس السابق حافظ الأسد حضر العرض الأول من مسرحية كأسك يا وطن بالتسعة وسبعين ودعم الفنان دريد لحام لهذا السبب بعد صناع مسرح التنفيس تتهموا لاحقا بالإزدواجية وخدمة مصالح النظام زي الفنان دريد لحام المعروف بشخصية غوار الطوشي بالإضافة لتصريحاته اللي هاجمت الثوار وطلع يدعيهن يتوبوا إلى الله وبرجع بناشد المغرر بهم خلينا نقول مغرر بكم وما نقول عنكم مجرمين وتوبوا إلى الله النظام السوري استفاد من الفن بسوريا وخدم أجنداته والتلفزيون الجهاز الإعلامي اللي بدخل كل بيت كان من أهم هاي الأدوات سنة 1960 تم تأسيس التلفزيون السوري التابع للقطاع العام فكانت الانطلاقة الأولى مسلسل الغريب وموضوعه الثورة الجزائرية خدمة لفكر القومية العربية والوحدة المصرية السورية متأثرين بنهج الزعيم جمال عبد الناصر بعد تولي حافظ الأسد الحكم بالواحد وسبعين وسيطرت حزب البعث وطضت العلاقة بالسبعينات والثمانينات بين الفنانين والسلطة فصارت تطلع مثلاً باعتاد حكومية للجيل الأول من المخرجين والكتاب على الاتحاد السوفيتي لدراسة مدرسة الواقعية الاجتماعية سوشال رياليزم واحدة من نقاط القوة وأسباب تفوق الدراما السورية انتقاد للطبقة البرجوازية ونقل هموم المواطن السوري دون توجيه اتهام لرأس الهرم قائد الأعلى بالسلطة سنة 1990 صدر قانون بيسمح للشركات الخاصة إنه تنتج مسلسلات لكن النظام بقم سيطر على الإنتاج من خلال علاقاته بأغلب أصحاب الشركات الخاصة وقيل إنه ماهر الأسد هيماً على هاي الشركات الأعمال الكوميدية اللي انشهرت بالتسعينات مثل مسلسل يوميات مدير عام واللي إذا حللنا رسائل ومنشوف إنه كان بيحمل مسؤولية الفساد للموظفين اللي بشوفه إنه ما تضيع وقت العمل بيحل الكلمات المتقاطعة وتعطي المعاملات المراجعين الألفنات كانت السنوات الذهبية للدراما السورية توجد بمسلسل التغريب الفلسطيني عام 2004 من إخراج حاتم علي سياسياً برز مسلسل ضيعة ضيعة بال2008 تأليف دكتور ممدوح حمادة وإخراج اللي ثحجه واللي اعتبروا بعض النقاط من أجراء المسلسلات اللي انتقدت المنظوم الأمنية بسوريا بطريقة كوميدية ذكية ومموهة لدرجة إنه البعض فكروا إنه المسلسل فلت من بين إذن الرقابل لأجازته لأنهن ما فيهم رسائل المسلسل وتلمحاته كله ماشي مع الحكومة كله ماشي أرعى طنبورة دنجوز المهم الحكومة بداي أنا نطبل ونزمر هذا البداي يا يوافمت عليك الحر دعلا لكن بنهاية الألفنات صار التوجه الدراما يروح أكتر باتجاه الإنتاجات الكوميدية الخفيفة مثل أبو جنتي أو الإجتماعية مثل صبايا أعمال مفرغة من العمق السياسي بعد اندلاع الاحتجاجات بسوريا عام 2011 بشار الأسد الإبن أدرك إنه الفن سلاح زي أبوه وإنه الفنانين ممكن يكونوا أدواته زي أبوه فكان حريص على لقاء فنانين معارضين ليجندين لصالحه الفنان جمالي سليمان بيحكي عن لقاء جمعوا فيه قبل خروجه من سوريا دعاه وسمع رعيه ثم بعد بداية الاحتجاجات تعرض لتهديدات من نائب وزير الدفاع السابق آصف شوكت بقتل ابن محمد اللي كان عمره ثلاث سنين وقتها أحد الشخصيات الأمنية الكبيرة بقعت لي خبر اللي تخرس أو بخفيك تحت سابع أرض وإذا مو خايف على حالك خاف على ابنك بوكلثوم غادر سوريا بالألفين وثلاث عشر وحصل على لجوء بهولندا بعقاب تعرضه لأزمة نفسية حادة انفاجع وما قدر يتحمل صور قتل زملائه بجامعته بدرعة بجنوب سوريا اليوم أغاني بوكلثوم اللي بتتناول الشأن السوري بلهجة شامية بتركز على الأثر النفسي والوجداني للحرب والغربة ومعاناة اللاجئ عند مغادرة بلده إن كنت ابن لجوء بعز البرد ناطرت الدفة صدقني ما رح يكون همك يروح أو يبقى والاستغلال الإعلامي لمقاسي السوريين مين اللي حلت جرحي بكل دعاي ونشرة والنقد السياسي أفواه سانا عبيد وبروس هنسادة سانا هي وكالة الأنباء السورية الرسمية وأمام انتشار رابر سوريين مثل بوكلثوم بره سوريا كان بالمقابل في فنانين راب مثل فولكينو ام سي إن شهره من داخل سوريا فولكينو ما بيخب الطرف اللي بيميل لإله سياسيا وهو النظام وبوجه انتقادات لاذعة على قوى المعارضة السورية ومنلاقي مواضيع الحرب حاضرة بكل أغنية شو تقييمكم لتجارب الفن السوري المعارض حتى اليوم؟ هل نجح بتقديم نماذج فنية بتعادل قوة النماذج المدعومة من النظام؟ ومين برأيكم من فناني الفن البديل بسوريا نجح بتقديم فن ناقد وحر خارج هيمنت النظام؟ ولأي مدى بيقدر المبدعين تحت الأنظمة القمعية يقدموا للجماهير رسائل مشفرة ضد السلطة؟ وهل ممكن إنتاج فن هادف ضمن الخطوط الحمرة وما هو مسموح؟ إعجاب؟ تقاتل بعض؟ احكوا لأصحابكم ليلة بتضرب على الوطر الحساس اشتراك بالقناة عشان يصلكم صوت الوطر الحساس الجاي أروح أنا أدوزن الوطر وأرجع لكم